زي ما قلت لحضراتكم كده يعني لغة الجسد عند سيادة الرئيس في هذا الأمر يعني المتخصصين في هذا الأمر ممكن زميلتنا راخدة السعيد لو بتشوف القتاب ده هتقول لحضراتكم أنه وهي متخصصة في لغة الجسد أنه يعني حتة دي كده خط أحمر حدة قاطعة بيقولها الرئيس بكل وضوح في هذا الأمر وبكل الشفافية في هذا الأمر عشان لا يحصل مزايدة ولا يحصل شد وجذب تاني ولا يحصل تناول للموضوع ولا يحصل فكرة هو احنا هندي غزة هندي سينة والشقفة اللي كان بيتكلم عليها البعض قبل كده وحناخد حتة من سينة وهناخد فلوس وهناخد هذا الأمر تحسم تماما الرسالة وضحت في هذا الأمر ولا داع بقى للكلام فيها تاني يعني احنا لما نلاقي السيادة رأس تكلم فيها هنقول لحضراتكم بص على حضراتكم على الإيد يعني لو زملائنا يجيبوا الإيد نفسها الإيد الإيد نفسها ويه بتتكلم في هذا الأمر واضحة يعني ثلاث مرات خطة واربع مرات خطة أحمر خطة أحمر خطة أحمر في هذا الإطار الرسالة التانية برضو عليها جدل كبير ورغم من الدولة المصرية أعلنته وسيد الرئيس أعلن في هذا الأمر أنه موضوع المعبر وإغلاق المعبر الفتي في هذا الأمر والهبد بين كسين كده والهبد في هذا الأمر الحقيقة فاق الوصف رغم أنه مصر أعلنت قبل كده مرارا وتكرارا وسيد الرئيس أعلن هذا الأمر والمسؤولين في مصر أعلنه هذا الأمر وأنا تشرفت الحقيقة ورحت المعبر مع زملائي قبل كده ورحت أخيرها كانت مع الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية كانت زيارة موفقة جدا وقبليها كانت مع سيد رئيس مجلس الوزراء وقبليها رحنا بدعوة كريمة برضو من أهلنا في سينة يعني رحت ثلاث مرات المعبر من أول 7 أكتوبر لحد دلوقت المسائل كلها واضحة جدا أنه المعبر من الجانب المصري غير مغلق سيد الرئيس قال معلومة ممكن تكون جديدة ممكن تكون عند حقق علم بيها أيا كان قالك أنه إحنا هذا المعبر تعرض للقصف أربع مرات من قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني لأن غزة اللي مسيطر عليها قوات الاحتلال فنسمع برضو هذا الأمر عشان أرجوكم والجماعة اللي على السوشيال ميديا اللي هم بيحبوا بلدهم وعايزين الاستقرار وعايزين التنمية وعايزين الهدوء أرجوكم ما تتعبوش نفسكم مع الهبيدة اللي بيهبدوا كتير ولي بيفضلوا يجرون لمستوى متدني جدا من الحوار سيد الرئيس أعلانها النهاردة ومش عايزين احنا نتكلم فيها تاني لأنه الإعلام بوضوح ليجي يكلمنا هات هذا الفيديو وحطه قدامه ونخلص من الموضوع ده نشوف ما قالها سيد الرئيس فيه موضوع معبر رفح بقول لكم يا مصريين لازم تعرفوا أن معبر رفح لم يغلق أبدا لم يغلق أبدا وده لأن خلال الفترة اللي فاتت أنا بكررها تاني فيه ناس كتير يعني سمعت كلام من هنا وكلام من هناك وانتوا عارفين كويس قوي أن احنا صادقين معاكم يعني وان شاء الله لا نجذب أبدا لا نجذب أبدا المعبر لم يغلق أبدا ولكن تم قصف المعبر أربع مرات من الجانب الفلسطيني هول مرة تانية لم يغلق المعبر معبر رفح أبدا ولكنه تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية أربع مرات على الجانب الفلسطيني وبالتالي كان مهمة قوي أن احنا نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات وكان لابد أن احنا ننتبه للإجراءات اللي احنا في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش مش هزيد وعيد في الكلام تاني خلاص رئيس الدولة أكبر منصف الدولة وصل الرسالتين ورسالتين أزالوا مش أزالوا مش أزالوا ثبتوا الموقف المصري الموجود أساسا وهو ثابت لكن أي حد يشكك في الموضوع رجاء تاني رجاء تاني بلاش نجهد نفسنا وزملائنا وأصدقائنا اللي موجودين على السوشيال ميديا وخصوصا على إكس رجاء بلاش تتعبوا نفسوكوا قوي مع اللي بيجرونها لمنطقة احنا لناقطة منها ولا جمل بعد كلام سيادة الرئيس في هذا الموضوع خلاص المعبر حسم وموضوع التهجير الأشقائنا الفلسطينيين إلى مصر حسم رجاء ما نتكلمش فيه تاني ولو اتكلمنا سيقول لحضراتكم معنا اتنين فيديو لرئيس الدولة أي حد تكلمنا في هذا قبل نبعات له هذا فيديو وخلصت الموضوع